قناة تفائل تقدم تقويم في اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي النص الشارع يتكلم أنا الشارع أقول هذا الكلام للناس وأنا أتألم شكلي قبيح ومنظري لا يسر يلعب بعض الأولاد الكرة فتنكسر مصابيحي وأعيش الليل في ظلام ويلقي بعض الناس القمامة فيكثر الذباب وتنتصر الأمراض ويتسلق الأطفال أشجاري فتنكسر الأخصان وتسقط الأوراق طول الوقت وأنا في ظوضاء وأصوات عالية أنا ملك لكم يا ناس وواجب كل واحد منكم المحافظة على ما يملك فحافظ علي حفظكم الله الأسئلة أفهم النص كيف كانت حالة الشارع ومن السبب في ذلك أبحث عن معنى لهذه كلمات الظوضاء قبيح القمامة ثالثا استخرج من النص ثلاث كلمات منونة بالكسر السؤال الرابع أبحث عن جواب للسيغة ماذا؟ ماذا يلعب الأولاد؟ نظيفاً أرمي الأوساخة في القسم في سلة المهملات أم في الفناء؟ استمعنا إلى الأسئلة أمام النص نقرأها نجيب عنها بتأني لتحميل هذا الموضوع مع الحل ومزيد من المواضيع والحلول يرجى زيارة قناة تفائل رابطها في صندوق الوصف أو زور موقع دوزيمنراسيون.blogspot.com أشكر